أيام قليلة تفصل العالم العربي عن انقضاء سنة ازدحمت أيامها بالأحداث التي ربما ستمتد تداعياتها لسنوات قادمة مع بدايات العام 2021 عقدت في مدينة العلى السعودية قمة مجلس التعاون الخليجي والتي أعلن في بيانها الختامي عن انتهاء الأزمة الخليجية وعودة العلاقات الطبيعية بين دول المجلس لتبدأ مرحلة جديدة من التعاون ونبذ الخلافات بعد سنوات أربع من الأزمة بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومضت أيام العام لتشهد حربا صهيونية جديدة على قطاع غزة في سياق تداعيات أزمة حي الشيخ جراح في القدس المحتلة ومحاولات الاحتلال تهجير سكانه إلا أن الحرب هذه المرة شهدت تطورات بشأن الصراع مع الاحتلال الصهيوني وصفها محللون بالاستراتيجية إذ اشتعلت المواجهات في الأراضي المحتلة عام 1948 فضلا عن عجز القبة الحديدية أمام كثافة القصف الصاروخي لكتائب المقاومة الفلسطينية في غزة أما تونس التي شهدت ولادة ثورات الربيع العربي قبل نحو عقد من الزمان فقد كانت على موعد مع أزمة سياسية خانقة بدأت بقرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في البلاد فيما وصفه معارضون له بالانقلاب على الدستور وهي الأزمة التي لا تزال تطوراتها تتتابع حتى اليوم وإلى العراق الذي شهد انتخابات نيابية مبكرة قطعتها الغالبية العظمى من الشعب العراقي فإذ بالأحزاب الخاسرة في هذه الانتخابات والتي تمثل الميليشيات الموالية لإيران ترفض القبول بنتائج الانتخابات ليصاب المشهد السياسي في العراق بالشلل وسط مخاوف من انفلات الأوضاع نحو صراع مسلح بين الميليشيات التابعة للأحزاب الفائزة والخاسرة في الانتخابات وفي السودان تفاقمت الأزمة بين مكوني سلطة المرحلة الانتقالية فقرر العسكريون حل المجلس السيادي المشترك مع المدنيين والانفراد بالسلطة قبل أن تشتعل الشوارع بالتظاهرات التي دفعت نحو اتفاق مشاركة جديد بين العسكريين والمدنيين إلا أن الاتفاق لم يحظى حتى اليوم بالدعم الكامل من جانب القوى المدنية التي ما زالت تتظاهر رفضاً لانفراد العسكريين بالسلطة في المحصلة فإن العام 2021 قد خلف للعام المقبل تريكة ثقيلة من الأزمات وتداعياتها لا سيما في ظل استمرار الأزمات في اليمن ولبنان وسوريا وليبيا ما يعني أن العالم العربي ربما عليه أن يكون أكثر استعداداً لمواجهة تداعيات أزمات صنعتها بالأساس طبقاته الحاكمة